ازايكم عاملين يا ربكم بخير برج السور هنتكلم النهاردة على الاشياء السراء اللي ليه علاقة به النص التاني ليه شهر يوليو لعام 2022 مبدئيا كده برج السور احنا عندنا فيه العديد من الامور السراء خاصة ان احنا بنتدي او نبدأ موضوعنا يعني بطاقة المريخ الموجودة عندكم وده بيساعد كتير جدا جدا على ان انت عندك طاقة حلوة الطاقة اللي ليه علاقة به اننا عايز اعمل كذا وروح واجي وانطالق وحقق وعندك طاقة ليه علاقة به اللي عارف فكرة انك تكون اكثر اجتماعيا اكثر نجاح اكثر قوة اكثر شهر اكثر تميز اكثر حب فعندك انك انت عايز تنطالق لافضل شيء فانت عندك الطاقة ليه ان انت تحقق ليه ان انت تاخد خطوات ليه ان ان انت تنطالق فعليا ليه انك تتميز فعليا فبرج السور انت بتحاول كتير انك تتميز وتتقلق وانت عندك القدرة على هذا الامر قوي زي كمان الطاقة اللي ليه علاقة بالعقل الفكرة كتير فكرة مهمة قوي لانك بتفكر بالشكل الصحيح جدا عارف فكرة اللي هو انا اقعد كده مع نفسي اقعد ادورها في دماغي اقول شمال يمين اه 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 تقوم طالع بموضوع طالع بفكرة طالع بتصليح ازمة يعني فكرة تصلح لك ازمة طالع بحل الحاجة معينة طالع بانتراكة فاذا عندك ده عندك ده جدا يعني دماغك ما شاء الله شغال الله ينور فدي حاجة كتير مميزة النقطة التانية ان هيكون عندنا العديد من الامور المتعلقة بفن التطنيش ماذا يعني فن التطنيش يا اخينا يعني معناه ان انت هيكون عندك اشخاص بيحاولوا يدايقوك يستفزوك يسيروا اعصابك يقولوا كلام هنا كلام هناك الى ان عندك جرأة وجرعة من التطنيش اللي هو اكبر دماغي واللي يقولوا يعمل اللي يعملوا يمضرب دماغه في اطخانها حيط عندك ده عندك ده اللي هو انك مش فارق معاك مع ان في حين ان الممكن يكون موضوع معين كان يفرق معاك قبل وتتدايق وتبقى مخنوق وتبقى حصبي وتبقى جدلي وتبقى 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 الى ان يا برج السور في موضوع هو كان ممكن تتعصب منه في ما قابله دلوقتي انت هتقابله اللي هو عارفين اللي هو الاسلوب اللي هو كده هو عندك ده ده اسمه فن التطنيش احنا بنقولها بالمصري كده ده مش 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 علم فن التطنيش لا ده حاجة كده ده فن التجاول ده حاجة بس التطنيش ده احنا بنقولها كده يعني بالبلدي كده ما بيننا وما بين بعض شينا تطنيش يعني ان انا اكون اي حاجة يعني عارفين اللا مبالاة فن اللا مبالاة هو ده سيحنا بنقول عليه فن التطنيش المهم برج السور فانت هيكون عندك النقطة دي كواهي قوي لقى ليه بقى لان في شخص ما بيحاول ان هو يقولك ايه انا مخسرتكش انت اللي اخسرتاني انا عملت انا سويت انا مش عارف ايه فهتبدأ ان انت تكون يعني عارف لو ايه انت بتكلم نفسك يا اخينا عايزي جدا اعمل انت عايزه انا دماغل واحد دي عارف الجو ده فيكون عندك ده قوي فدي حاجة انا بشوفها انها ايجابية لانك بتحافظ على السلامة النفس جواك النقطة اللي بعد كده يا برج السور لما نيجي نتكلم مثلا على الامور المهنية الوضع المالي بالنسبة لك انت الحد يوم 19 هيبقى بالنسبة لك فيه ايجابية في تحسن في الوضع المهني فيه اخبار سرة متعلقة بيجابيات بتقدم الاخب عندك كمان هيكون فيه محاولات كتير للاستقرار وعندك يومين هيكونوا حلوين جدا جدا اللي هو من بداية انطلاق كوكب عطار لي برج الاسد فانت بالنسبة لك يوم 20 و21 بالنسبة لك هيبقى اجواء لطيفة كتير لان الامر هيبقى متواجد عندك او ينتقل عندك فيكون فيه العديد من الامور السرة المحققة للاستقرار عايزة بس افهمكم احنا بنتكلم اي نعم على التوقعات الاسبوعية وبنتكلم عليها بشكل تفصيلي فده بيخلينا ان احنا نكون المفروض نبقى شايفين قوي قوي المميزات الخاصة بعامل التوقيت يعني لازم تستغل عامل التوقيت جدا المهم هبقى اوضح لكم الايام دي الفروقها كويس قوي في التوقعات الاسبوعية ودي تعتبر من الاشياء السرة ان يبقى عندك ايام تعتبر فيها تلطيف للاجواء ده نقطة كتير مهمة النقطة اللي انا برضو عايزة اتكلم فيها قوي الوضع العاطفي لان هو مليء بالاشياء السرة صراحة الامر وهو المتعلق به ان احنا عندنا اولا خليني ابدأ لك بالمواليد ده لان عندنا فيه اخبار سرة متعلقة بمواليد فيه كتير من اصحاب برج السورة هيكون عندهم مواليد فيه كتير هيكون عندهم حاجة لها علاقة بالاولاد او اهتمام بالاولاد خبر صار يخص الاولاد جدا جدا فيه تصالحات ما بينك وما بين الاولاد خاصة كمان انه ممكن يكون فيه تصالحات عائلية اللي يليها علاقة بيه الاب والام او احد الاخوات فيكون عندنا عدة تصالحات تميزات اخبار صار متعلقة بهذا الامر جدا سواء الاب والام او احد الاخوات او احد الاولاد او خبر صار متعلق بمواليد فدي نقطة هتعتبر من الاشياء السرة الرائعة كتير والمميزة واللي تصير ايجابية فيه حالتنا النفسية او يا برج السورة برج السورة بالنسبة ليه الوضع العاطفي على وجه خاص لان هيكون عندنا تحسن فيه الوضع العاطفي جدا فيه كتير من الاخبار السرة ليه علاقة بيه الحبيب يفيه عندك تواصل مع الحبيب بالنسبة للناس اللي مش مرتبطين هيكون عندنا ارتباط في بداية حلوة جدا جدا فيه خطوة مميزة فيه ان احنا نكون مسيرين بالزيادة معجبين لنا بقدر كتير رائع او مميزة النقطة التانية ان هيكون عندنا اشخاص يا برج السور عايزين ياخدوا الخطوة القوية يعني لو ايه ازاك عاملة ايه ممكن اقابل بابا عشان نتجوز والله اهلا فعندك ده يعني عندك لو السرع في كل شيء يا اخي فعندك ده حلوة كتير يعني ودي تعتبر من عشاء السرة يعني يعني لو هب يلا بدأنا يلا نخلص فعندك ده الامور العاطفية للناس اللي هم مرتبطين بالفعل هيبقى عندك تحسن عاطفي واضح فهيكون عندنا اه حب يعني فيه فيه حب ما بيننا احنا الاتنين ما بينك انت وشخص انت مرتبط به وواضح كتير وملموس جدا فيكون كتير عندنا اه مشاعر حلوة احساس حلو على فكرة لما يكون كوكب الزهرة موجود ببرج السرطان كل الكواكب بتبقى مشاعرها متحركة اوي 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 فيبقى عندك ده يعني حلم من الحب حلم المشاعر حلم الاندفاع في العلاقات العاطفية فيكون عندنا فيه كتير امور عاطفية لذيذة ما بينك وما بين الحبيب في دعم ما بينك أنت والحبيب في كلام حلو ما بينك أنت والحبيب في أخبار سرى متعلقة بمواليد ما بينك أنت والحبيب أو أولادكم فإذا عندنا أشياء عديدة كتير مليئة بي الأمور السرى ما بينك أنت والحبيب يا برج السور بالنسبة كمان حتى للناس المنفصلين إحنا يكون عندنا في نسبة رجوع حلو قوي ونسبة رجوع شائطة جدا جدا فإذا في أجواء قدر أقول إنها لطيفة نوعا ما برج السور النقطة اللي بعد كده إن هيكون عندك نجاح في حاجة معينة زي مثلا نتيجة امتحان حاجة أنت كنت مقدم عليها كورس معين ممكن يكون في حاجة ليه علاقة زي فكرة النتيجة بتنجح فيها جدا ممكن تكون أمر قانوني أو أمر قضائي في انتصار في أمر قانوني أو انتصار في أمر قضائي فبالنسبة لك هيكون برضو شيء ده إيجابي بصورة كتير رائعة الوضع الصحي بالنسبة لنا هيبقى برضو فيه تحسن حلو جدا لإن إحنا عندنا الوضع الصحي هو ومش في أفضل أحواله إلا إن هيكون فيه معالجة لأمور صحية فيه تحسن فيه قادر أقول إن الوضع أفضل فيه عندي إن أجواء فيها لطف في الوضع الصحي فإذن ممكن تكون نتيجة ليه علاقة بتحليل أو إشعاعات إلخ برضو هيكون فيها نوع من أنواع التحسن أو بتحس إن فيه الدنيا بتتحسن معي في الشأن الصحي سواء ليكم أو لحد من المقربين إليكم يا برج السور وده هيبقى كتير بيطمنكم جدا ده كان من أهم الأشياء السارة المتعلقة بالنص التاني شهر يوليو طبعا التوقعات الإزوائية زي ما بكلمكم على شكل الأيام بكلمكم عن نصائح بكلمكم على بعض الأشياء السارة اللي تخص الإزوائي والأيام الأفضل والأحسن عمتا ما تنسوش اللعائق وشير الأشراك في قناة تفعيل الجرس سلام